بسم الله الرحمن الرحيم يعني أديتم أعمال الحج المناسك جمع منسك بمعنى العمل فاذكروا الله شكرا على النعمة والهداية والتوفيق لأداء مناسك الحج كذكركم آباءكم فأن الجاهليين كانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون هناك ويعدون مفاخر آبائهم ومآثرهم ويذكرون أيامهم القديمة وأيادهم الجسيمة فأمروا بذكر الله عوض ذكر آبائهم أو أشد ذكر فالواجب عليهم أن يذكر الله تبارك وتعالى أكثر وأحسن من ذكر آبائهم كما وكيفا فإن الله سبحانه هو المنعم الحقيقي الذي بيده كل شيء ومنه كل خير فهو أحق بالتعظيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا هنا الله تبارك وتعالى يبين نموذجين من الناس كلاهما قد يحضران إلى الحج ولكن أحدهما يطلب الدنيا فقط الثاني يطلب الدنيا والآخرة القسم الأول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا يطلب الدنيا فقط ولا يهتم بالآخرة لعدم اعتقاده أو لغفلته يقول ربنا آتنا في الدنيا يعني أعطنا الخير من نعيم الدنيا ورفاهها وسعادتها ولا يهتم بالآخرة فلا يسأل عن نعيم الآخرة لأنه غير مؤمن بها فقد كان الحج قبل الإسلام عاما للمعتقد والمنك أو لغفلته عن الآخرة وما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له في الآخرة من نصيب فلا يطلب ثواب الآخرة لا بقول ولا بعمال فلا نصيب له في الآخرة لعدم استحقاقه لها ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار القسم الثاني ومنهم يعني من الناس من يطلب خير الدارين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني جنس الحسنة الشامل لجميع أنواع الحسنات كالسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق والزوجة الصالحة ونحوها وفي الآخرة حسنة كرضوان الله تبارك وتعالى والجنة ونعيمها ويقول وقنا عذاب النار يعني احفظنا من عذاب النار فهذا القسم الثاني يسأل الله تبارك وتعالى نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ويتعوذ بالله من النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب هؤلاء الذين يطلبون خير الدنيا والآخرة لهم نصيب مما كسبوا يعني من جنس ما كسبوا لأنهم يستحقون ثواب أعمالهم فيتفضل الله عليهم بالدنيا والآخرة بخلاف القسم الأول حيث يذهب كسبه هباء إذا مات والله سريع الحساب فيجزي كل القسمين بسرعة فلا يظن الإنسان أن الآخرة بعيدة فأنه لا تمر الأيام والليالي إلا والشخص دفين في التراب وأن طال عمره في الدنيا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله أيها الحجاج في أيام معدودات يعني أيام قليلة وهي ثلاثة أيام التشريق في منا الحادي عشر منذ الحجة ويومان بعده فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني الذي نفر من منا إلى مكة في يومين فكان نفره بعد زوال اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه لأنه يجوز النفر في هذا الوقت ومن تأخر بأن بقي ونفر في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه أيضا حيث يجوز كل الأمرين هذا لمن اتقى يعني اتقى الصيد والنساء في إحرامه وإلا فإن لم يحفظ نفسه من الصيد والنساء فلا يجوز له التعجل في يومين فيجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم وفي كل أموركم وأوقاتكم فليست التقوى خاصة بالحج واعلموا أنكم إليه يعني إلى ثواب الله وعقابه تحشرون الحشر بمعنى الجامع يعني تجمعون إلى حكم الله وجزائه يوم القيامة أينما كنتم فيجازيكم على أعمالكم وقد شاهدتم الحشر الأصغر في الحج فاعلموا أن هناك حشرا أكبر يوم القيامة فاتقوا الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين